حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلب تسليما كثيرا أيها الأحبة ظاهرة بدأت تكثر حديثا وبدأ بعض الهوات والعلماء يلتقطون صورا رائعة لدفقات أو دفعات هائلة من المطر تنزل من وسط الغيمة يسميها بعضهم القنبلة المائية ما حقيقة هذا الأمر وهل ذكره القرآن قبل 1400 سنة دعوني أتأمل معكم أيها الأحبة هناك آية في القرآن في سورة النور الله تعالى يصف لنا بدقة مراحل تشكل الغيوم ومراحل تآلف هذه الغيوم وكيف أن المطر ينزل من وسط الغيمة من مركز الغيمة هذا الأمر لم يكن معلوما زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذه الآية نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم لتكون معجزة له تشهد في هذا العصر الذي رأينا هذه الظاهرة فيه تشهد على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملوا معي هذه الآية العظيمة أيها الأحبة ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار الحقيقة آية مليئة بالحقائق العلمية وموجهة للذين ينكرون الإعجاز العلمي لأنها تصف لنا بدقة مذهلة العمليات الدقيقة التي تحدث في الجو منذ بداية تشكل السحاب وحتى نزول المطر وبخاصة هذه القنبلة المائية التي تنزل من مركز الغيمة ألم ترى أن الله يزجي سحابا أي يسوقه برفق طبعا سوف نرى بعض مقاطع الفيديو بعد قليل وبعض الصور الرائعة جدا التي بالفعل أنا كمؤمن أخشع أمامها وأقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين معنى يزجي أن يدفع برفق وبالفعل لو لا تيارات الهواء لا يمكن للغيوم أن تتشكل العامل الرئيسي في تشكل الغيوم هو الهواء أو هو الرياح الله الذي يزجي سحابا يدفع هذا السحاب برفق بواسطة الرياح ثم يؤلف بينه أيها الأحبة الغيمة كيف تتشكل هناك قطيرات صغيرة من الماء القطيرة فيها ملايين الجزيئات من الماء قطيرات صغيرة جدا هذه القطيرات الذي يتحكم بها مجموعة من الحقول الكهربائية والمغناطيسية بالإضافة إلى الجاذبية الأرضية وهناك ما يسمى بنويات التكثف جزيئات أو ذرات من الملح والغبار وأشياء أخرى موجودة في الهواء تتجمع حولها هذه القطيرات لتشكل قطرة ماء فيها مليارات الجزيئات من الماء H2O هذه العملية المعقدة سماها القرآن يؤلف بينه لأن عملية تشكل الغيوم تفشل مثلا في الصحراء لا تتشكل الغيوم إلا نادرا ما الذي يحدث؟ هناك مجموعة من العوامل التي يتطلبها أو تتطلبها تشكل الغيمة درجة الحرارة سرعة الرياح كمية الغبار في الجو الكثافة كثافة الهواء الضغط الجوي عوامل كثيرة جدا أيها الأحبة يجب أن تتحقق كلها لنجد أن هذه الغيمة تتشكل ثم يجعله ركاما هذه الآية تحدثنا عن السحاب الركامي الذي استطعنا تصويره حديثا البشر لم يكونوا يروا السحاب الركامي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بينما الآن عندما صعد الإنسان في الطائرات والتقط صورا لهذه السحب وظهرت كأمثال الجبال طبقات متراكمة بعضها فوق بعض سبحان الله طبعا أيها الأحبة هنا الودق لا يخرج إلا من السحاب الركامي يعني شرط أساسي أن هذه القنبلة المائية حتى تنزل من وسط الغيمة يجب أن تكون الغيمة ركامية انتبهوا لا تخرج من أي غيمة يعني في حالة الغيوم البسيطة يمكن أن تعطينا زخات مطر خفيفة فقط الغيوم البيضاء بينما الغيوم التي تظهر وكأنها يعني بلون أسود طبعا بسبب أنها تحجب ضوء الشمس لأنها الطبقات متراكمة فوق بعضها هذه السحب الركامية التي تشبه الجبال والصور طبعا تظهر ذلك هي التي تعطي الودق الودق هو المطر الغزير والعرب أيضا تسمي الودق المطر الخفيف ولكن هنا القرآن ركز على السحاب الركامي وقال فتر الودق يخرج من خلاله ما معنى من خلاله أيها الأحبة عندما نذهب إلى كتب التفسير نجد أن المفسرين يقولون فتر الودق يخرج من خلاله أي من وسطه واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فجاسوا خلال الديار أي وسط الديار إذن أيها الأحبة الآية هنا تحدد لنا شرط نزول هذا الودق من مركز الغيمة أو من خلال الغيمة من وسطها أن تكون غيمة ركامية دعوني أتأمل معكم هذه الصور والفيديوهات الرائعة دعونا نتأمل أيها الأحبة طبعا هنا نرى غيمة واضحة شديدة الوضوح ركامية وترتفع للأعلى سبحان الله طبقات بعضها فوق بعض وتمتد لمئات الأمتار يعني يميناً وشمالاً وإلى الأعلى ونرى كيف ينزل المطر كدفعة شديدة جداً من مركز هذه الغيمة سبحان الله طيب ما هذا الإبداع الإلهي كيف تمكن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرناً أن يحدد لنا شكل الغيمة أنها ركامة يعني طبقات بعضها متراكمة فوق بعض وكيف استطاع أن يستخدم الكلمة الدقيقة الودق وكلمة ودقة أيضاً من معانيها نزل وسقط بسرعة فهذه الدفعة المائية تسقط فعلاً بشكل مذهل وبشكل سريع ويراها من بعد الموجود تحتها لا يرى شيء يرى أمطار غزيرة ولكن البعيد عنها يرىها من بعد وبخاصة بالتصوير البطيء يمكن أن نرى فيديو آخر الآن أيها الأحبة تأملوا معي هذا الفيديو الرائع حقيقة لي منطقة جميلة جداً وكيف أن الودق يخرج من خلال الغيمة هذا الودق يخرج من خلال الغيمة من وسط الغيمة سبحان الله ظاهرة نراها بأعيننا وهي ظاهرة لم يتمكن العلماء من مشاهدتها إلا في السنوات القليلة الماضية فقط دعوني أرى معكم أيضاً صور أخرى رائعة جداً جمعتها من الإنترنت وكلها حديثة تبين لنا كيف أنه لا يمكن لهذه الدفعة المائية أو القنبلة المائية أن تنزل إلا من وسط الغيمة انظروا أيها الأحبة هنا هذه الصورة رائعة جداً لهذه الغيمة الركامية كما نرى وهي غيمة مظلمة بسبب الطبقات المتراكمة تحجب ضوء الشمس سبحان الله يعني الشيء يدعو الإنسان لتسبيح الخالق عز وجل انظروا أحبة في الله نحن الآن نرى هذه الظاهرة بأعيننا من خلال التصوير سواء تصوير البطيء أو تسريع التصوير عفواً أو من خلال الصور الثابتة نراها واضحة طيب بالله عليكم القرآن ماذا يقول قال فترى الودقة فترى يعني قال لنا أنك إذا درست وبحثت وتأملت سوف ترى هذه الكميات من الماء التي تنزل للأعلى الودق فيها معنى النزول والسقوط السريع هذه الكمية التي تراها تخرج من خلال الغيمة والغيمة يجب أن تكون ركامية دعوني أتأمل الآية بشيء من التدبر ألم ترى أن الله يسجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودقة يخرج من خلاله يعني انظروا أيها الأحبة كلمات مختصرة لا تستطيع أن تبدل كلمة مكان كلمة لا تستطيع أن تختصر أي كلمة من هذا النص القرآني البديع الموجز البليغ بلاغة فائقة هنا أيها الأحبة قال لك ثم يجعله ركاماً إذن المرحلة الأولى يجب أن تكون الغيمة ركامية أي ذات ارتفاع كبير مئات الأمتار تمتد في الجو فترى الودقة يخرج من خلاله ترى هذه الدفعات من المطر والماء أشبه بقبلة مائية تخرج من خلال الغيمة أي من وسط الغيمة سبحان الله من أنبأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة دعوني أتابع معكم الآية لأن الآية فيها الكثير من العجائب أيها الأحبة يقول سبحانه وتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد هناك غيوم يتشكل فيها البرد حبت البرد حتى تتشكل يقول العلماء إنها من أعقد الظواهر في الطبيعة تشكل حبة البرد أعقد ظواهر الطقس والجو طريقة تشكل حبة البرد يجب أن يكون ارتفاع الغيمة آلاف الأمتار ويجب أن تتجمع قطرات من الماء وتصعد آلاف الأمتار ثم تنزل وتتقلب في غيمة ركامية تشبه الجبل وهذا نراه أمامنا يعني دعوني أتأمل هذه الصورة أو مجموعة الصور رائعة وفيديوهات لغيوم ركامية كأمثال الجبل تشبه الجبل القمة ضيقة من الأعلى والقاعدة عريضة في الأسفل مثل الجبل وبالفعل هذه القمم ترتفع كما قلنا أكثر من ألف متر مثل الجبل الجبل أيضا يرتفع لمئات أو آلاف الأمتار سبحان الله حبات البرد أيها الأحبة لا تتشكل إلا في هذا النوع من الغيوم يعني الغيوم العادية الصغيرة لا يمكن لحبة البرد أن تتشكل طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في يعني ما يشبه الصحراء لم يرى هذه الظواهر أحبة في الله يعني دققوا معي النبي لم يكن يعيش في أريزونا مثلا حيث ترى هذه الظواهر بوضوح كان يعيش في الجزيرة العربية حيث هذه الظواهر ظاهرة الودق وظاهرة البرد لا يمكن رؤيتها بسهولة فكيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يصف لنا شكل الغيمة التي يتشكل فيها البرد وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار هنا معلومة جديدة أيضا أيها الأحبة سبحان الله والله آية مليئة مليئة بالعجائب هل تعلمون كيف تتشكل ومضة البرق أيضا تعتبر عملية معقدة جدا حتى الآن نحن الآن في 2021 العلماء لا يعرفون بالضبط كيف تتشكل ومضة البرق ما الذي يجعل هذه الومضة تتشكل ومضات البرق هناك في كل ثانية أيها الأحبة مئة ومضة برق تضرب حول العالم كل ثانية تصوروا حول العالم طبعا فتخيل في اليوم كم ومضة وفي السنة كم ومضة وخلال ألاف السنين كم ومضة برق لماذا تتشكل لا أحد يعرف يعرف المعروف أنها عبارة عن شرارة كهربائية نتيجة التقاء شحنتين مختلفتين سالب وموجب ولكن المهم أيها الأحبة أن ومضات البرق لا تتشكل إلا في الغيوم الركامية لأن الغيوم البسيطة لا تعطي ومضات برق لا يوجد فيها كمية من الشحنات الكهربائية كافية لإحداث ومضات البرق فتجد أن ومضة البرق مترافقة غالبا بمطر غزير أو بحبات من البرد طب بالله عليكم نبي كريم يعيش في الجزيرة العربية قبل 1400 سنة أولا أنا أود أن أطرح هذه الأسئلة أحبتي في الله كيف تمكن من معرفة أن السحب الركامية لا تتشكل إلا بعد أن يتم التأليف بين ذراتها وجزيئاتها ثم يؤلف بينهم كيف علم أن هذه الغيوم تحتاج إلى الريح ليدفعها برفق استخدم كلمة يزجي فيها معنى الدفع والارتفاع ثم كيف علم أن هذا الودق يخرج من الغيمة الركامية تحديدا ومن مركزها تحديدا فتر الودق يخرج من خلاله أي من وسطه من وسط هذه الغيوم سبحان الله طيب كيف علم أن هناك غيوما في السماء شكلها يشبه الجبل وينزل من السماء من جبال أي من جبال حقيقية ولكن مادتها الغيوم كيف رأى شكلها صلى الله عليه وسلم هذا السؤال طيب كيف علم أن هذه الحبات من البرد لا تتشكل إلا في الغيوم الركامية التي تشبه الجبال ثم كيف علم أنه حتى يتشكل هذا الودق وينزل أو يتشكل هذا البرد يجب أن يكون هناك ومضات برق وأن البرق ومضات البرق لا يتشكل إلا في الغيوم الركامية طيب بالله عليكم يعني أنا أود أن أفهم معكم وأسأل أولئك الذين ينتقدون القرآن أو يقولون لا يوجد إعجاز علم في هذا الكتاب العظيم أو يقولون هذا الكتاب من تأليف النبي عليه الصلاة والسلام كيف علم هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومات الدقيقة التي تتفق بنسبة 100% مع العلم الحديث يعني اليوم لو عرضنا هذه الآية على العلماء الذين يدرسون ظاهرة الودق والقنبلة المائية وتشكل السحب الركامية وتشكل البرد وقلنا لهم ما رأيكم بهذا الكلام سيقولون هذا الكلام مطابق للعلم الحديث بنسبة 100% طيب كيف تقولون إن القرآن لا يوجد فيه إعجاز علمي ماذا نسمي هذا السؤال يعني ماذا نسمي هذه الحقائق العلمية التي نراها واضحة أمامنا وبالصور طبعا أنا لا أستطيع إلا أن أسمي هذا آية من آيات الله وصدق الله سبحانه وتعالى الذي قال وعلمنا أن نحمده عندما نرى آية من آيات الله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون يجب أيها الأحبة علينا أن نحمد الله عز وجل أن أرانا هذه الحقائق يجب أن نحمد الله أنه أنزل علينا كتابا ينير لنا طريقنا انظروا إلى الملحدين يتخبطون ليس لديهم مبدأ ليس لديهم كتاب ليس لديهم عقيدة ليس لديهم نصوص قطعية تجد حالات الانتحار وحالات اتباع الهوى والأمراض المنقولة جنسيا تكثر لديه والشذوذ الجنسي وتجد أنهم يعني يعيشون حياة كئيبة وهذه طبعا دراسات وأحصائيات لماذا تبتعدون عن كلام الله عز وجل لماذا لا يعجبكم كلام الله والخطاب طبعا لغير المؤمنين آية عظيمة جدا أنا أتمنى من الذين ينتقدون القرآن أن يخصصوا لقاءات حول مثل هذه الآيات آيات الإعجاز العلم في القرآن الكريم تصوروا أيها الأحبة القرآن العظيم فيه أكثر من ألف آية تتحدث عن حقائق كونية وبقية آيات القرآن فيها حقائق تشريعية وحقائق نفسية وحقائق غيبية وغير ذلك القرآن كله معجز أحبتي في الله عبارة عن كنز عظيم مليء بالمعجزات ولكن للأسف معظمنا يغفل عن هذا الكنز نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعل قلوبنا تخشع أمام هذا الإعجاز أيها الأحبة كثير من الناس لا يشعرون بحلاوة الإيمان لا يشعرون بلذة سماع القرآن لا تخشع قلوبهم أمام عظمة القرآن لماذا؟ السبب أنك إذا أردت أن يخشع قلبك يجب أن تفهم هذه الآيات ترى إعجاز القرآن لذلك قال سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله رأوا معجزة نصر الله سبحانه وتعالى كما وعدهم وصدق الله ورسوله ماذا قال بعد ذلك؟ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إذن هذه المعجزات تزيد الإنسان إيمانا وتسليما فإذا أردت أن تزداد إيمانا وتسليما لله عز وجل وتشعر بحلاوة قراءة القرآن ولذة هذه المعاني العظيمة يجب أن تتعمق في إعجاز القرآن ليخشع قلبك أمام هذه المعجزات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بهذا الإعجاز وهذا العلم من يشاء من عباده الضالين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق وبركاته ترجمة نانسي قنقر